لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال الشيخ السعدي رحمه الله قوله تعالى أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير يخبر تعالى أنه لا يستوي من كان قصده رضوان ربه والعمل على ما يرضيه كمن ليس كذلك ممن هو مكب على المعاصي مسخط لربه هذان لا يستويان في حكم الله وحكمة الله وفي فطر عباد الله أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ولذا قال هنا هم درجات عند الله أي كل هؤلاء متفاوتون في درجاتهم ومنازلهم بحسب تفاوتهم في أعمالهم فالمتبعون لرضوان الله يسعون في نيل الدرجات العاليات والمنازل والغرفات فيعطيهم الله عز وجل من فضله وجوده على قدر أعمالهم والمتبعون لمساخط الله يسعون في النزول في الدركات إلى أسفل سافلين كل على حسب عمله والله بصير بأعمالهم لا يخفى عليه منها شيء بل قد علمها وأثبتها في اللوح المحفوظ وكل ووكل ملائكته الأمناء الكرام أن يكتبوها ويحفظوها ويضبطوها وقوله وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ قَالَ يَعْرِفُونَ نَسَبَهُ وَحَالَهُ وَلِسَانَهُ مِنْ قَوْمِهِمْ وَقَبِيلَتِهِمْ ناصحا لهم مشفقا عليهم يتلو عليهم آيات الله يعلمهم ألفاظها ومعانيها ويزكيهم أي من الشرك والمعاصي والرذائل وسائر مساوئ الأخلاق ويعلمهم الكتاب إما جنس الكتاب الذي هو القرآن فيكون قوله يتلو عليهم آياته المراد به الآيات الكونية أو المراد بالكتاب هنا الكتابة فيكون قد امتن عليهم بتعليم الكتاب والكتابة التي بها تدرك العلوم وتحفظ والحكمة هي السنة التي هي شقيقة القرآن أو وضع الأشياء مواضعها ومعرفة أسرار الشريعة فجمع لهم بين تعليم الأحكام وما به تنفذ الأحكام وما به تدرك فوائدها وثمرتها ففاقوا بهذه الأمور العظيمة جميع المخلوقين وكانوا من العلماء الربانيين وإن كانوا من قبل أي قبل بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لفي ضلال مبين يعني لا يعرفون الطريق الموصل إلى ربهم ولا ما يزكي النفوس ويطهرها بل ما يزين لهم جهلهم فعلوه ولو ناقض ذلك عقول العالمين يعني كانوا على هذه الحال ما يزين لهم جهلهم ويجمله لهم فعلوه ولو ناقض يعني خالف ذلك عقول العالمين هذه الآيات نتعلم منها عدة دروس أولها اتباع رضوان الله عز وجل واجب وكذلك ترك ما يغضبه أو تجنب سخطه واجب أيضا اتباع رضوان الله يكون بالعمل بطاعته بتوحيده والعمل بطاعته واتباع سخطه يكون بالشرك والعمل بسائر المعاصف فعل العبد أن يبحث عن ما فيه مرضات الله فيفعله ويترك ما فيه غضبه سبحانه وتعالى وأيضا تبين لنا أن العبادة مختلفين وأنهم درجات كما كانوا في الدنيا مختلفين في سعيهم منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة منهم من يجتهد ويسارع إلى الخيرات ومنهم من يتكاسل عنها كذلك هم عند الله عز وجل درجات والله عز وجل بصير بأعمالهم ثم ذكر أعظم المنى على هذه الأمة وهي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فعلى المسلمين أن يتفكروا في هذه النعمة أن بعث الله عز وجل فيهم النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وبينت الآية أيضا وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم وهي تلاوة آيات الكتاب يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة يعلمهم الكتاب أي القرآن وقد كان صلى الله عليه وسلم أميا لا يعرف القراءة والكتاب ولا الكتاب وإنما تعلموا ذلك بعد بسبب تعلمهم كتاب الله سبحانه وتعالى فوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ينبغي أن تكون وظيفة الدعاء والعلماء والآباء في بيوتهم مع أبنائهم تلاوة آيات القرآن وتعليمها وذلك بتعلم ألفظها ومعانيها والثانية أولى أن يتعلم ما في الآيات من المعاني الإيمانية والتي تحصل بها تزكية النفس وإصلاح القلب وزيادة الإيمان ثم أخيرا النعمة العظيمة التي كانت لهذه الأمة إنما تعرف بالنظر فيما كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فيما كانوا عليه قبل بعثته وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين يسأل الله عز وجل أن يعيننا على شكر هذه النعمة قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأجزاكم الله خير قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين